كلمة رائعة لحقيقة وليد وسعد من الكابتن محمود الخطيب ومهمة وفي توقيتها برضو نفس الكلام يعني دايما بيودي الناس أكسبنا واتبسطنا وفرحنا وكل حاجة ولكن في النهاية عندنا مطشو من الخميس أكيد طبعا هو زكر وشكر جمهور النادي الأهلي دايما داعم للنادي والعيبة وكان سند كبير جدا لنا وطبعا دي كابتن زي ما قالك سعد في المطار قال لنا احنا عندنا مطشو وبالله فعلا دايما يقول لعيبة النادي الأهلي لازم يكون مختلف انت عندك بطولات بتلعب على بطولات بتخلص بطولات بتاعفل بص اللي بعد وزي ما قلته يا كابتن لازم يعني لازم الكابتن يقول الكلام دا الناس كلها تبقى على علم بالكلام دا زي ما لعيبة على علم innana بقفل خلاص إحنا فرحنا وخدنا بطولة عندينا بطولات تعنيه وخلاص اللي فات دا بقى emdollahib سعد برضو كابتن بيهنى جمهور النادي الأهلي وجمهور مصر الحقيقة شكر كل مؤسسات الدولة على الدعم الكبير اللي بتضع الدولة خلف الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة وأعتقد أن ده شيء إيجابي جدا طبعا يا كابتن يعني هو الكابتن رقم واحد هو حاسس بدوره كنجم جميل سطورة من أساطير النادي الأهلي في الكرة ودوره كمسؤول عن رئاسة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي فهو حاسس بالجمهور زي ما أنا بقولك أنه أعز الناس تفرح الناس على طول تبقى فخورة من ناديها فمن هنا بتيجي حاجة بالمسؤولية اللي بتبقى على عاطق الإدارة وعلى عاطق اللعيبة أنه كله هدفه للناس تفرح ودايما هو كابتن بيشيد بدور الدولة إن الدولة الفترة الفاتت تدعم الرياضة بشكل كبير جدا بتسند المؤسسات الرياضية أن هي توفر لها كل سبل الراحة والتمويل الاقتصادي والدولة سعرت النادي في الاستاد ومعظم الحاجات اللي بتحصل في النادي فإن شاء الله الفترة جاءت بأحسن وأحسن كمان إن شاء الله يا ربا